تعالوا نشوف مع بعض في 24 ساعة فقط شركات أعلنت توقفها عن العمل طبعا سيء الذكر منور والزملاء حطينه في وسط مصانع البيترو كيمويات في أقل من 24 ساعة مصانع سماد وبيترو كيمويات توقفت عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز نبدأ من شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيموية أعلنت إيقاف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي أسهم الشركة انقفضت أكتر من 2% خلال تدولات البورصة المصرية بعد إعلان الشركة عن توقف مصانعها الثلاثة الكلام ده حصل إمبارح الساعة عشر صباحا بعدها بشوية شركة سيدي كريل للبيترو كيمويات أيضا بتعلن توقفها عن العمل في تمام الخامسة عصرا أخترت شركة سيدي كريل للبيترو كيمويات إدارة البورصة بتوقف العمل بمصانعها على خلفية انقطاعات غازات التغذية والنتيجة ذلك هبط سعر الساهم بتاع الشركة بنسبة 1.4% سيئ الذكر راهن مصر لإسرائيل ده عنوان الحلقة افتكروه في كل صورة في كل معلومة هنقولها افتكر دايما الصورة اللي في الأول أن سيئ الذكر راهن مصر لإسرائيل الشركات دي بتقفل لأنه بن يمينة إنياه هناك قرر أن حقل تمار يتوقف أو يقل أو يلاعب سيئ الذكر شوية شركة ثالثة شركة موبكو للسماد النهاردة الساعة 8 صباحا أعلنت توقف مصانعها الثلاثة عن العمل بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي وقالت أن ده جاء بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي خلي بالك حق لغاز في دولة جارة اللي هي الاحتلال الإسرائيلي الشركة بتقول أن ده أدى لتأثر مخزون شبكة الغاز بالسلب فاحنا هنا عندنا ثلاث شركات توقفوا عن العمل أو أوقفوا عدد من مصانعهم عن العمل في أقل من 24 ساعة شركة كمان صحيفة المال نقلت أنها أيضا تعطلت عن العمل في بعض مصانعها وهي شركة كيمة الخبر اللي هيطلع قدام حضراتكم كيمة للأسمدة تعطر العمل بمصانعها في أسوان بسبب توقف إمدادات الغاز الطبيعي سيء الذكر رهى النصر لإسرائيل طيب المصانع اللي توقفت دي كانت بتنتج قد إيه؟ يعني إيه تأثير الكلام ده على السوق وخلي بالحضرتك لما نتكلم على شركات أسمدة ستتأثر في الإنتاج وإغلاق المصانع ده معنى إيه؟ معنى أن أسعار الأسمدة هيزيد معنى أن أسعار المحاصيل الزراعية هتزيد معنى أن الخضار والفكهة اللي أنت بتشتريها هتزيد معناها أن سيء الذكر رهن مصر لإسرائيل وأثر على حضرتك في الحاجات اللي بتشتريها كل يوم تعالوا نشوف مع بعض إنتاجية شركات الأسمدة اللي توقفت عن العمل الزمل النهاردة مدلعين سيء الذكر كل يعني تصميم بصورة مختلفة أسوأ من الصورة اللي قبلها الحقيقة كيف تتأثر أسواق السماد بعد توقف مصانع أبو قير وموبكو عن العمل بلغ إجمال الإنتاج المصري من الأسمدة في عام 23 حوالي 8 مليون طن نايتروجين وأربع مليون طن فوسفات مصر بتحتل المرتبة السابعة عالميا في إنتاج اليوريا الأسمدة بتأتي في المركز الثاني بين الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليار دولار وفقا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري إنتاجية كبيرة جدا حضرتك شايف التصنيف شايف المليارات شايف العملة الصعبة اللي بتدخل لكن ما تنساش أبدا أن سيئ الذكر رهن مصر لإسرائيل شركة أبو قير على سبيل المثال تعالوا نشوف مع بعض شركة أبو قير والمصانع الثلاثة بتاعتها بتنتج قدي لو بدأنا مثلا بمصنع أبو قير واحد الوحدات الإنتاجية بتاعته مصنع الأمونيا طاقته الإنتاجية تقريبا 1100 طن يوميا مصنع اليوريا طاقة إنتاجية تصميمية 1550 طن يوميا المنتجات سماد اليوريا المحببة وسماد اليوريا المحببة المعالجة بكابريتات الزينك فاحنا حضرتك الكلام ده توقف عن الإنتاج خلاص مش هننتجه مصنع أبو قير اتنين تعالوا نشوف قدرته الإنتاجية عاملة ازاي عشان نتخيل مع بعض قرارات سيئ الذكر أنا دايما عايز سيئ الذكر يبقى باين قرارات سيئ الذكر وصلتنا لفين لو تكلمنا على الوحدات الإنتاجية فهنلاقي مصنع الأمونيا بطاقة إنتاجية تصميمية 1000 طن مصنع حامد النايتريك بطاقة إنتاجية تصميمية 1800 طن يوميا مصنع نترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تصميمية 2400 طن يوميا والمنتجات نترات الأمونيوم المبرغلة 33.5% نايتروجين وبدء تصنيع نترات الأمونيوم المبرغلة أيضا كلام ده توقف يا جماعة الانتاج ده مش هنشوفه لأنه سيئ الذكر رهم مصر الإسرائيل هاعد عيدها لحد ما تحفظوها هاعد عيدها لحد ما تكتبوها على تويتر هناك لحد ما تطلع أشتاج والناس تكتب تحته أن سيئ الذكر رهن مصر الإسرائيل والقصة متعلقة بمحطات الكهرباء ومصانع البترو كيميويات والأسمدة والمحاصيل الزراعية وبالتالي المنتجات أو السلع الغذائية اللي بنشتريها كلنا كل يوم أو حضراتكم بتشتروها في مصر كل يوم المصنع الثالث مصنع أبو إير ثالثة الوحدات الانتاجية مصنع الأمونيا بطاقة انتاجية تصميمية 1200 طن يوميا مصنع اليوريا المبرغلة بطاقة انتاجية تصميمية 1750 طن يوميا المنتجات بتاعة المصنع ده ينتج يوريا مبرغلة 46% نايتروجين ويوريا مبرغلة معالجة بكابريتات الأمونيوم 46% نايتروجين ويوريا مبرغلة معالجة بكابريت الماغنيسيوم 46% نايتروجين الكلام ده أيضا توقف عن العمل للأسف توقف عن العمل أقول لحضرتك حاجة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 يا طرى يا هل طرى شركة أبو إير للأسمدة حققت قد إيه مبيعات يعني هل هي شركة مثلا ما نزعلش عليها هل شركة كانت بتخسر لا الحقيقة شركة أبو إير للأسمدة حققت مبيعات إضافية في السنة المالية الأخيرة بلغت حوالي 21.5 مليار جنيه مصري مبلغ ضخم هيتأثر طبعا هيتأثر كمان الشركة أنتجت حوالي 2.2 مليون طن من الأسمدة المختلفة بما في ذلك الأمونيا اليوريا نطرات الأمونيوم والأسمدة السائلة دي طاقة إنتاجية كبيرة جدا في شركة واحدة اسمها أبو إير تأثرت بشكل كبير جدا عشان قرارات سيئ الذكر الخاطئة أو العنوان العريض أن سيئ الذكر رهن مصر لإسرائيل نشوف شركة سيدي كرير للبترو كيمويات اللي أيضا أعلنت عن توقف بعض مصانعها الشركة دي بتنتج الإثلين وهو المادة الرئيسية في صناعة البولي إثلين وتقوم بسد احتياجات شركة البترو كيمويات المصرية من هذه المادة اللازمة لتصنيع منتجها الأساسي ومادة البي في سي وإنتاج مادة البولي إثلين بنوعيها عالي الكثافة ومنخفض الكثافة بالإطافة لمنتجي البيوتين وغاز البوتجاز الـ LPG احنا بنتكلم على حاجة بتوصل لـ LPG لغاز البوتجاز الشركة دي ما صنعها قفلت يعني احنا هنتأثر في موضوع غاز البوتجاز تقريبا طب مين السبب أهل الشر القنوات اللي برة الإعلام اللي بيحاول يخفض الروح المعنوية بس شي خرس خالص قلتلك لو رفعت راسك بالكلام ده دلوقتي ستضرب بأحذية الشعب المصري تخرس خالص ما نسمعش صوتك هو فيه شخص واحد هو السبب للمصيبة اللي احنا فيها دلوقتي اهو سيئ الذكر عبد الفتاح سعيد خليل السيسي تاني هنرجع نقول العنوان العريض سيئ الذكر رهم مصر لإسرائيل في 2023 بلغ صافي مبيعات شركة سيدي كرير قد ايه يا جماعة كام في 2023 اهو بلغ اجمال المبيعات تسعة ونصف مليار جنيه مصري تسعة ونصف مليار جنيه مصري التانية كانت كام التانية كانت حوالي خمسة وعشرين تقريبا او عشرين مليار حاجة زي كده فاحنا بنتكلم في قرب التلاتين مليار مش كده او قرب الخمسة وتلاتين مليار جنيه في شركتين اتنين عشان سياسات اللفندي طيب نروح للشركة التالتة شركة مصر لإنتاج الأسميدة موبكو شركة موبكو بتنتج حوالي اثنين مليون طن سنويا من سماد اليوريا وحوالي ستة وخمسين الف سبعمائة وستين طن من الأمونية في عام تلاتة وعشرين صافي مبيعات شركة مصر لإنتاج الأسميدة موبكو بلغ حوالي كام خمسة وتسعة من عشر مليار جنيه ستة مليار جنيه يعني كده وصلنا تقريبا لاربعين مليار جنيه اجمالي مبيعات الشركات دي في السنة اللي فاتت الفين تلاتة وعشرين انت متخال الرقم اللي سيء الذكر خسره لنا احنا هنا بنتكلم على مشكلة متعددة الأبعاد يعني متعددة الخسائر مش بس بنتكلم على فكرة انه رهن مصيرك وقرارك لإسرائيل اللي هو عدو استراتيجي لك لا اطلاقا وان كانت دي مصيبة يعني كافية لمحاكمته وانه قضي باقي عمره في الزنزانة او متقدم لحبل المشنقة بتهم كتير قوي كويس لكن احنا كمان بنتكلم على اهدار مالعام على تدمير اقتصاد مع سبق الإصرار والترصد اللي وصلوا انه ياخد القرارات دي لحد ما يرهم مصر الإسرائيل ما هو ده مش انسان سازج لا اطلاقا ده عارف هو بيعمل ايه كويس يعني عارف هو بيعمل ايه كويس ليه لان احنا قلنا هو موظف اسرائيلي في مكتب بن يمين نتنيا لا بنتكلم على عميل ولا خاين ولا اي حاجة خالص طيب موضوع اغلاق الشركات هل تتوقع معايا انه حصل بس في الاربعة وعشرين ساعة اللي فاته الحقيقة لا يعني ايه لا يعني القصة دي حصلت في بداية شهر يونيو اللي احنا خلاص بنخلصه ما هو شهر الحقيقة شهر النكسات على مصر خمسة يونيو سبعة وستين تلاتين يونيو الفين و تلاتاشر والارقامة هي اللي بتقول لا بنتكلم لا على اطاحة بحكم ولا حاجة هم نتكلم على ارقام نتكلم على حياة الناس اللي اتضمرت فيه الشهر العجيب ده فسيء الذكر هنا بيتكلم على انه ما تعلمش من التجربة اللي حصل المرة دي الاربعة وعشرين ساعة اللي فاته حصل في بداية شهر يونيو الحالي برضو فيه مصانع شركات اسميدة اعلنت توقفها عن العمل بنفس السبب نقص ايه نقص امدادات الغاز تعالوا نشوف مع بعض كده ابرز الشركات اللي اعلنت عن توقفها بداية الشهر الجاري اهو ليست المرة الاولى مصانع شركات اسميدة اعلنت توقفها عن العمل بسبب نقص امدادات الغاز في بداية شهر يونيو CNN قالت ان مصر زيادة مدة انقطاع الكهرباء وتوقف شركات اسميدة بسبب نقص الغاز الحكومة تقول انها صيانة وقائية ده يوم 5-6-2024 طلعوا بيجذبوا ما كانتش صيانة ما كانش اي حاجة كانت اسرائيل افلت اسرائيل افلت المحبس زي ما قلنا في الحلقة بتاعة امبارح كلام ده حصل مع موبكو مع القبضة المصرية الكويتية مع سيد كرير سيدك الصناعات الكيموية المصرية كيمة ابو ايرل الاسميدة الصناعات الكيموية وايجي فريت ووقفوا المصانع بتاعتها لفترة مؤقتة لان عندنا مشكلة في موضوع الغاز طيب انت لما حصل انخفاض او نقص امدادات الغاز لشركات الاسميدة وحصل هبوط في قطاع الموارد الاساسية بالبورصة المصرية بنسبة 3 و 3 من 10 وتراجعت اسهم شركات الاسميدة المكونة للمؤشر زي الشركات اللي احنا قلناها دلوقتي موبكو والصناعات الكيموية والكيمة والكلام ده كله سيد كرير وابو اير والكلام ده كلام ده حصل في 5 يونيو اللي فات انت ما عملتش حساب اللحظة دي ليه يعني ايه هقول لحضرتك يعني ايه يعني انت اسرائيل بلغتك يوم 27 مايو وهو فيه صورة هنا لسيء الذكر ولا الزمل نسلق محطهاش مش مهم طيب انت لما في 27 مايو اسرائيل اتصل بيك قالت لك يا سيء الذكر حقل طمار هيتوقف عن الانتاج لمدة 10 ايام فاحنا لحد 7 يونيو مش هنمدك بغاز تقريبا او هنقعد اسبوع لحد 5 يونيو تمام تمام انت ما عملتش حسابك ليه ما اشترتش دفعات من الغاز او شحنات غاز اضافية ليه عشان تغطي ما روحتش لاي دولة صديقة من الدول اللي هي ممكن تدعمك وقلت له انا محتاج غاز لان الكهرباء هتزيد عندي ومصانع الاسمدة هتقفل والكلام ده ليه طيب خلينا اقول ان انت اتفاجئت ماشي اسرائيل خدتك على اخوانا كانت بتضغط عليك في موضوع معبر رفح كانت بتحاول معك في محور فلاديل في اي سبب وعملت الكلام ده فيك في اول الشهر حلو حلو انت المفترض لما يعني اتقرست الارصة دي تتعلم الدرس لو انت نظام وطني مش كده ولا ايه لو انت في واحد بدأ يبتزك وانت محتاجه وان كان لك عند المش عارف ايه حاجة اقول له يا ايه ماشي تمام لعب معاك اللعبة دي وانت حسيت انه بدأ يمسكك من ايدك اللي بتوجعك وهيخرب بيتك مع الناس وهيخرب بيتك في قطاع الاسمدة وبالتالي المحاصيل الزراعية من يوم خمسة يونيو النهاردة ستة وعشرين يعني بقى لنا واحد وعشرين يوم ثلاث اسابيع هذا النظام الفاشل المهترق لماذا لم يبحث عن بديل لماذا لم يشتري شحنات غاز اضافية لماذا لم يذهب الى قطر او الى تركيا او الى السعودية او الى اي دولة اخرى ويطلب منها شحنات غاز بالاجل بالعاجل بالقصط بالقرض باي حاجة لماذا لم يسحب اموال من رأس الحكمة او من الاتحاد الاوروبي او من اي فلوس من اللي دخلت له يحطها في شحنات غاز اضافية عشان ما نوصلش النهاردة ان اسرائيل تلو درعنا تاني ويطلع رئيس الوزراء يعترف ان في حق لغاز في دولة جارة هو اللي اثر علينا النقطة مهمة او يا جماعة مهمة جدا ان احنا نعرف اجابتها ما هو انت يا سيدي مش بتحكم وقعت في ازمة ما دورتش على بديل ليه ما هو اما انك فاشل او خاين او موظف عند اسرائيل لو فاشل ترحل لو خاين تتحاكم لو موظف عند اسرائيل فانت عدو يستحق المواجهة ما لهاش رابع ما حدش يخنعني ان ليها رابع ازمة حصلت لك في اول الشهر اتكرار التاني بعد ثلاث اسابيع طب انت فين طالع تسرخ وتعيط وترفص وتقول الحقون يا جماعة ده حصل وعملوا فينا طب يا بيه ما هم عملوا قبل كده اقول لك على حاجة الازمة دي هتتكرر تاني وتالت وهتزيد اكتر ليه لان دلوقتي الجماعة في مكتب بن يمين نتنياهو شايفينك عمل ازاي مش انت بسك سيء الذكر لا ده شايفين الشعب المصري ده شايفين المصانع شايفين اثرهم والنفوذ بتاعهم على اقتصادك على حياة ناسك على مصير حوالي مليون طالب في الثانوية العامة على الطماطم والبصل تفصيلة في كل شارع في مصر للأسف اسرائيل بتتحكم فيه دلوقتي وقاعدين دلوقتي يتفرجوا عليه عشان كده قلت في اول الحلقة ان سيء الذكر رهن مصر لاسرائيل انا بتكلمش على قطاع واحد ما بتكلمش على سلعة واحدة اطلاقا بتكلمش على الكهرباء بس لا خالص انا بتكلم على ناس قاعدة على حدودك دلوقتي لكن القيادات بتاعتهم قاعدين بيتفرجوا انت بتتلوى ازاي داخليا انت الشعب بتاعك بيتعذب ازاي بيقديه هو اللي بياخد القرار هو اللي بيقول امتى الكهرباء تقطع ساعتين وثلاث ساعات امتى مصنع ابو اير يرجع ينتج ولا لا امتى سيد كرير يرجع يشتغل ولا ما يشتغلش تخيل حضرتك احنا دلوقتي وصلنا اشتغلش